أكدت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني أن القصف المباشر المتبادل بين إيران وإسرائيل يسهم في رفع مخاطر تصعيد الصراع الأقليمي خارج قطاع غزة وأوضحت فيتش أن الاحتواء السريع للقصف المتبادل سيقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية لافتتا إلى أن استمرار الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024 والتساعى عن نطاقها قد يثير أوضاعا غير مواتية لنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة باقتصادات الشرق الأوسط